بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمن أفضل النعم التي يمتلكها الإنسان ومن أثمنها وأغلاها نعمة الوقت ونعمة الوقت هي في الحقيقة وعاء الزمن وعمر الإنسان الذي يعيشه وتلك المدة التي يحياها على هذه الأرض فيعمل من الأعمال الصالحة التي يتزود بها لآخرته لذلك نجد أن الإسلام اهتم بالأوقات اهتماما كبيرا وبالمحافظة عليها فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم بالوقت فقد أقسم بالزمن كله فقد قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما أقسم بالليل والنهار باعتبارهما أنهما وعاء لهذا الزمن قال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كما أقسم بأوقات محددة كالفجر والضحى فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر وقال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى فهذا يعطينا أن للوقت قيمة كبيرة في الإسلام وأن هذا الوقت يجب على المسلم أن يستسمره في كل شيء نافع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لذلك حذر القرآن الكريم أن ينشغل المسلم بما أعطاه الله تعالى من نعم فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن نعمة الوقت نعمة عظيمة وأن الإنسان يغفل عنها فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كما على المسلم أن يستثمر هذه الأزمان وأن يسعى لعمارة هذه الأوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاختنام هذا الوقت فكما جاء في المستدرك من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل ساقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فعلى المسلم أن يستثمر هذه الأوقات بما فيها من أوقات صالحة جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلم كمواسم الخيرات في رمضان وفي مواسم الحج فعلى المسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان لأنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عليها ففيما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على وقته وأحرص الناس على عبادته وأحرص الناس على طاعة ربه سبحانه وتعالى واستثماره لهذه الأوقات الفضليات لذلك نجد أن السلف الصالح اتأسوا بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عمري وهذا الحسن البصري يقول أنت أيام فإن ذهب يومك ذهب بعضك وكان يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة وأمثلة العلماء العلماء الذين كانوا يستسمرون أوقاتهم كثيرة نضرب مثلاً واحداً كان الإمام أحمد رحمه الله على فراش موته فيسمع مسألة من مسائل العلم فيطلب المحبرة حتى يقيد هذه المسألة فقال له الحاضرون إلى متى المحبرة فقال مع المحبرة إلى المقبرة استغلالاً لوقته وطلباً للعلم فاستغل هذه الأوقات ولا تضيعها استغلها بعمل صالح بقراءة نافعة بصلة الأرحام بأي شيء إيجابي تقدمه لمجتمعك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا مولانا محمد والسلام عليكم ورحمة الله